برنامج ريادات للتمويل عبر حلول تمويلية مرنة تستهدف توسع نشاط المرأة البحرينية التجاري بوجه الخصوص وعلى المستوى المحلي والعالمي هو بمثابة أحد الحلول التي يرتكز ثقالها على تقديم التسهيلات التمويلية كافة للمرأة البحرينية لإنشاء وتطوير أعمالها والتوسع فيها فيما بعد ومن بعد ما أثبت نجاعته من خلال النتائج المبشرة التي دخلت في رصيده منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2016 يأتي برنامج ريادات للتمويل لتتضح حقيقة إسهاماته إلى جانب المبادرات الوطنية الأخرى في من تصل نسبة امتلاكهن للسجلات التجارية النشطة من النساء البحرينيات إلى 42% إلى جانب 53% منهن يملكن السجلات الافتراضية إضافة إلى دوره في الحفاظ على استدامة السجلات التجارية المملكة للمرأة ولمدة ما يزيد على خمس سنوات لتصل نسبتها إلى 37% في حين بلغت نسبة المصدرات على المستوى الوطني 29% من التي وصلت منتجاتهن اليوم إلى 56 دولة حول العالم إن التعاون الثلاثي المثمر الذي يجمع صندوق العمل تمكين بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية أفضى إلى طرح العديد من الإمكانات النافذة إلى تعبيد الطريق أمام رسم أبهى الصور في مساندة المرأة البحرينية ومعاونتها على تأسيس ونمو مشروعاتها الخاصة وبرنامج ريادات للتمويل هو من تقع عليه مسؤولية تغطية احتياجات المؤسسات بمختلف أحجامها عبر حلول تمولية مرنة تستهدف توسعها على المستوى المحلي والعالمي وبالأخص تلك المشروعات التي تترأس إدارة نشاطها التجاري المرأة البحرينية واستمرارا لحجم التسهيلات التمويلية التي تكفل بتقديمها برنامج ريادات للتمويل خلال السنوات الماضية والتي طافت حاجز السبعة ملايين ونصف المليون دينار بحريني استفادت منها ثلاثمائة وثمان عشر مؤسسة مملوكة للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية ستبدأ محفظة ريادات بحلتها الجديدة المدعومة برزمة من التحديثات التي أدخلت عليها في استقبال طلبات الراغبات بالاستفادة منها مطلع العام المقبل